تشهد منطقة السحل الشمالي الغربي نقلة نوعية متميزة وذلك ضمن سلسلة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية تستهدف خطة تنمية السحل الشمالي الغربي تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 12% وتوطين 5 ملايين نسمة نقلة نوعية متميزة شهدتها منطقة السحل الشمالي الغربي من العالمين حتى السلوم ضمن سلسلة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية في إطار خطة الدولة للتنمية العمرانية 2025 خطة تنمية الساحل الشمالي الغربي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 12% وتوطين 5 ملايين نسمة فضلا عن الارتقاء بالأوضاع المعيشية والاجتماعية عن طريق تطوير شبكات بنية الأساسية في المنطقة طفرة تنموية ضخمة شهدتها المنطقة في كافة القطاعات والمجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية منذ عام 2014 ويعد مجال الزراعة واحدا من المجالات الذي حصد العديد من تلك المشروعات منها المشروع القومي لإنتاج البذور والتقاوي ومركز الإرشاد الزراعي في محافظة مطروح بتكلفة 25 مليون جنيه وعلى مساحة 10 ألاف فدان أقيمت المرحلة الثانية من مشروع الصوبة الزراعية ويضم 1300 صوبة زراعية وهو ما يعادل إنتاج نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية ويعتبر مشروع الصوبة الزراعية الأكبر في الشرق الأوسط لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتعظيم الاستفادة من الأراضي الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري وفي مجال الطاقة والقهرباء نجحت الدولة في رفع قدرة الشبكة الكهربائية بمحافظة مطروح من خلال تطوير الشبكة وفي مقدمتها محطة الضبعة النووية لتوليد القهرباء بتكلفة 28.5 مليار دولار وتعد المحطة أولى خطوات الحكومة في تنفيذ برنامجها النووي الذي أصبح واقعا ومن مشروعات غرب مصر التنموية مشروع القرية البدوية بواحة سيوى للأسر الأكثر احتياجا والمدينة السكانية بالضبع في محافظة مطروح وكذلك إنشاء الحي اللاتيني القديم في مدينة العالمين الجديدة ونفذت الدولة مشروعات إسكان اجتماعي داخل مطروح بقيمة 295 مليون جنيه وكذلك إنشاء مدينة العالمين الجديدة بتكلفة ملياري جنيه والتي تعد إحدى مدن الجيل الرابع وبوابة مصر على أفريقيا هذا وتهدف تنمية الساحل الشمالي الغربي إلى تحقيق النمو الاقتصادي الذي يعد الهدف الرئيسي لكافة المشروعات التي تتبنىها الدولة من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة كل تحدي حنقدر نعبوره مش بجهد الدولة لا بفهم الناس إن التحدي ده يمكن التغلب عليه بس حباً محتاج عمل محتاج صبر مفيش أزمة بتمر على مصر إلا أن إحنا بنبقى متأكدين بالإرادة والعمل والتخطيط وقبل ده كله بالله سبحانه وتعالى